السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في هذه الحلقة إن شاء الله رح أجيب على السؤال هل الرياضة صحيح فعالة لإنقاص الوزن أم لا؟ وما هو البديل إن كانت الإجابة بلا؟ والإجابة إخواني وأخواتي لا لا تساعد وممكن تزيد الوزن إحنا بنتكلم عن الوزن بشكل عام أما من ناحية حرق الدهون فما بتحرق أكثر من 5% أو بالكثير 10% من الدهون الموجودة في الجسم طبعا الحركة والرياضة بشكل عام يعني الحركة كيفما كانت إذا كانت الرياضة في الجيم أو رياضة الركض أو اللي هي الجري أو رياضة المشي طبعا شيء ممتاز للجسم ما بنقول إنها ما تعمل رياضة لكن إذا بدك تلعب رياضة عشان تعتقد إنها رح تخفف لك الدهون ما رح تخفف لك الدهون والسبب بسيط إن الرياضة ما بتنفى مع التخبيص في الأكل يعني نوكل ما هب ودب ناكل نشويات وناكل سكر ونكثر فواكه ومش عارف إيش وبدنا الرياضة تساعدنا ما رح تساعدنا وأنا عن نفسي يعني عن تجربة عن تجربة حقيقية يعني أقل من ثلاث شهور 27 كيلو من الدهون طارت طارت الدهون هاي من غير ما ألعب رياضة بالمرة وبقول دائما في الفيديوهات إنه أنا ما كنت أعمل أكثر من إني أنزل من السيارة للمكتب ومن المكتب للسيارة غيري هكما فيش يعني ما شيء مسافات قليلة جدا هذا اللي كنت أعمله و27 كيلو طاره وخصري من 43 إنش اللي هو خصر البنطال يعني من 43 إنش ل37 وحيانا 37 ونص يعني على هذه الحدود يعني فالرياضة بتساعد ممكن لكن 5% أو 10% الحمية والأكل هذا أهم كثير من الرياضة للي بده يخسر الدهون الزائدة اللي موجودة عنده يعني ما بينفع الواحد يكون ماشي على هرم الغذائي الأمريكي هذا وبدو يغفف السمنة اللي موجودة عنده والدهون الزائدة اللي بره واللي جوه ما بينفع هاي الحمية هاي فيها 300 غرام كربوهايدرات في اليوم هاي مشكلة ومصيبة 300 غرام من الكربوهايدرات اللي هي النشويات هذه عبارة عن مشكلة عشان تنحل مشكلة السمنة واللي عنده دهون زائدة وحتى الدهون الداخلية والثلاثية وغيره السكر هذا بدنا ننساه هذا واحد وبعدين نخفف النشويات ونأكل كميات معقولة من الفواكه وفيه علقوا عندي في اليوتيوب عندنا في اليوتيوب في القناة علقوا يعني بيقولوا انه احنا بناكل الفواكه كلها وباكل لكن بشكل معتدل ماهو المشكلة انه لما نقول مثلا التفاح كله بشكل معتدل او نقول التفاح مسموح الواحد بيسير يأكل ويخبص قد ما بده تفاح ثنتين ثلاثة بعد الغداء ونقول مثلا الموز ها من نفسك كل شوية لا يروح يقولك الموز كان مسموح المسموح بدنا نأكل موز فبعد الغداء بدنا عنب وموز وتفاح وبرتقال فهذا ما بينفع عشان هيك بنقول ندير بالنا من الفراكتوز لانه هو سبب كل البلاوي طبعا البحوث اللي اجريت عن علاقة او حول علاقة الرياضة بالسمنة اكثر بمئة مرة من اللي اجريت عن علاقة السكر بالسمنة ما فيش بحوث كثير هاي المجديد طلعت يعني لما صحيه الاطباء او الطباء التغذية المجديد صارت تطلع الفيديوهات عن السكر وما سكر بس كل التركيز في الاول كان على ايش انه بدك تخفف وزنك كل اللي بدك اياه ولعب رياضة اهم ايش انك تلعب رياضة واحنا عارفين انه البحوث هاي كلها تم عليها الصرف من وين من اللي برعوا للامور الرياضية اللي هيو كرة القدم اللي برعوا البيس بول يعني كل كل المواد هاي بتلاقي فيه شركة كبرى داعمة لهذا الموضوع مثل الكوكاكولا مثل البيبسيكولا مثل مشروبات الغازية كلها وبصانع الاغذية هم اللي دعمينها وهم اللي بيجيموا هاي الحفلات وهم اللي بدفع الفلوس للبحوث اللي بتقول انه يا عمي اتمرن وكل اللي بدكيها هم هيك بقولوا هذه شركة ميلو تحت شركة اللي هي نسل هذه هذه بيعملوا دور الابطال كل سنة لكل الاطفال انت بتعطي الطفل قاعد كل يوم على الاقل يعني بتقول له لازم تشرب واحدة الصبح كوب الصبح وكوب بعد الظهر وكوب قبل ما تنام ثلاثة وهذا اللي بيلي عظاهر البكيت تبع الميلو هذا الوزن كله للبكيت هذا 24 غرام منهم 11 غرام سكر وهذا الطفل المفروض يشربوه ثلاث مرات في اليوم مشكلة ومصيبة واحنا بنتساءل الآن ليش اطفالنا عندهم سمنة وهم من هيك من هيك بتيجي السمنة وبتيجي كل البلاو اللي بعدها زي ما ذكرت في بداية الفيديو انه الرياضة ما بتساعدك كثير على العكس من انقاس هذه الدهون هي بتبني لك عضلات وممكن وزنك يعني لما تتوزن بعد ما تلعب رياضة تلاقي نفسك أفقل فانت بتتعقد يعني بتجيك مشكلة طب انا بلعب رياضة ليش وزني قاعد بزيد ما هو انت قاعد العضلات اللي كانت ضعيفة هاي انت قاعد بتلعب رياضة عشان تقوي هذه العضلات فشيء طبيعي جدا وتلقائي انه هذه العضلات رح تكون وزنها يزداد ما رح ينقص وطبعا هذا شيء ممتاز هذا شيء ما في ما ما علي قبار احنا بنقول كل مكانة العضلات عندك اكثر كل مكان افضل لكن الدهون هاي ما انحركت ما رح تنحرك يعني مين وزنه اكثر هذا اللي في الصورة امامكو ولا هذا اللي في الصورة امامكو مين اذقال برأيكو هذا وزنه 240 باون يعني تقريبا 120-123 كيلوغرام وهذه اغلبها سمنة ودهون هذا وزنه 285 اكثر من هذاك تقريبا ب45 باون فاحنا ما نحط ونربط العلاقة ما بين تدريب والتمرين والجيم ومش عارف ايش ونقول بدنا وزنه ينقص ما رح ينقص الوزن رح يزيد لكن لما نقولها طريقة اصح كيف انا اذيب الدهون الغير مرغوب فيها كيف انا اخفف الدهون هاي طريقة واحدة اول اشي تبدأ فيه قطع السكر انسى السكر من حياتك وابدأ زي ما قلت لك خفف النشويات وخاصة القبز خاصة القبز ذكرت في كذا فيديو اخواني وصل عندي كنت في الاردن واحد الاقارب عزمنا على افطار وجاي بكله صفايح وكله خبز وكله مش عارف ايش فطريت اكل يعني وشاب يعني محترم وعلى راسي حبيت يعني اكلت شوية طار السكر عمره ما وصل السكر عندي زي هاي سبعة طعش سبعة طعش وشوية باللحظة فقطعت الاكل تقريبا يومين عشان بس رجعه زي ما كان وزي ما انا متعود على حالي فالخبز بالذات يعني السكر اولا والخبز ثانيا هذه كبداية للي بده يخفف السمنة اللي موجودة عنده اي شخص لما يوقف على الميزان الرقم اللي بيشوفه هذا شو معناه هذا هذا الرقم اللي بيشوفه على الميزان 100 كيلو 110 كيلو 120 كيلو شو اللي بنشوفه الرقم هذا شو يعني اولا وزن العضام صح وكلما كانت اثقل واقوى بتكون افضل بعدين وزن العضلات وزن العضلات والدم وغيره 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 الموجودة في الجسم هذا الثاني هذا برضو ضمن نفس الرقم الرقم اللي بيشوفه على الميزان هذا ضمن نفس الرقم وكل ما كانت عضلاتنا أكثر بيكون أفضل ويشمل أيضا وزن الدهون الخارجية والدهون الداخلية سواء كانت في الأمعاء أو حول الأمعاء واللي موجودة في الكبد أو غيره وعادة تبدأ المشكلة منذ الصغر لما نعود أطفالنا على البرغر هذا أولا الهامبورغر هذا أولا وكل يوم الثاني قطعة كيك كل يوم الثاني قطعة كيك هذا ثانيا وعلى السهرة بتلاقي الطفل جنبه قزاة الببسي لتر ببسي ومعه ثلاثة أربعة كياس شبس يظل يأكل شبس ويشرب ببسي هذه مشكلة وهذا دمر أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم النشور حفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل إلى هذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code و The Bates Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White & Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة